اشتركوا في القناة ويستعمل السبب المتاح له أي الوالد المحب وإن كان بوسائله الخاصة لا يقدر والأنبياء عندما لجأوا إلى الله يدفعون به أذى الكافرين كانت دعاء سببهم العادي كما في قوله تعالى في سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وليس كلامنا الآن في هذا المنح وإنما نقصد ما روية في الصحاح من أذكار ورقى يرددها المؤمنون في أوقات معينة أو في أوجاع وأحوال يضيقون بها ويستعينون بالله لدفعها ثبت في الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مجرعه أي استعد للنوم نفث في يديه وقرأ المعوذتين ومسح بهما جسده وفي رواية كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات قال رجال اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق إن هذه الصورة الثلاث تحتوي على توحيد الله وعلى تمام تنزيه ثم تدفع بالمرء في أحضان العناية الإلهية متحصنا من جميع الشرور المادية والمعنوية التي تزعجه وهناك رقا كثيرة سنشير إلى بعضها يستشفي بها المسلم من الأوجاع التي تنتابه وتصالها بعالم الغيبيات واضح إذ لا يدر العقل سر النف ولا سر العدد الوارد وأجدني هنا مسوقا إلى ذكر حقائق طبية مقررة توقف نهي الأخرى على حافة عالم الغيب متحيرين إن الجراثيم التي تحمل العلل قد تهاجم بعض الأجسام بضراوة على حين تفقد شرأستها حين تتصل بأجسام أخرى فما تمسها بأذن يذكر وأحيانا تشتد وطأة الجراثيم الهاجمة ومع ذلك تستقبلها من الجسم مناعة غريبة وربما حمل الإنسان أسباب المرض دون أن يعتل به أو يتألم منه ما سر ذلك؟ من الذي أفقد الجراثيم قدرتها على الإصابة ابتداء وانتهاء؟ نحن المؤمنين نقول الله ونسأل الشاكين من غيره؟ إن عالم الحس بالنسبة إلى عالم الغيب ضئيل محدود والتحكم في أسباب المرض والعافية أقله في أيدينا وأكثره بعيدا عن متناولنا وتداوي حق وقد وصفت السنة عقاقيرا وأغذية وأشربة شتى للنجاة من الأمراض ولكن يبقى قبل ذلك كله وبعد ذلك كله هذا السبب الخفي الذي يجعل الجراثيم تستأنس حينا وتفترس حينا آخر الذي يجعل العدوى تنتقل من الهباء ولا تنتقل من طول المخالطة أو الاتصاق من أجل ذلك يبقى دعاء الرب الأعلى واهب الأسباب قدرتها على العمل إذا شاء وتاركها صفرا لا أثر لها إذا شاء وعلى ضوء هذا البيان نفهم المرويات التي نثبتها هنا واثقين من صدق نتائجها عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما وهذه قصة طريفة رواها البخاري ونحب أن نثبتها ونتدبرها فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الراهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الراهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم شيء؟ قال بعضهم إني والله لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين يعني ينفث بها على اللذيغ فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه والقلبة تعني الألم والعلة فأوفوهم جعلهم الذي صلاحوهم عليه وقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال للصحابي الذي رقى المريض بأم الكتاب وما يدرك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي لما كان وفي رواية مشابهة قال النبي للراقي كل فلا عمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق لقد استوقفتني هذه القصة من وجوه عديدة فإن فاتحة الكتاب سورة عظيمة القدر بما حاوت من تمجيد لله ودعاء وكان ظني أنها تنفع قارئها وحده أما أن تنفع المقرؤ له فذاك ما أثبتته القصة هنا والقصة تحكي أن هؤلاء النفر من صحابة الرسول نزلوا بقوم لآم رفضوا أن يقبلوهم ضيوفا وهذه خصة منكورة ترى هل فعلوا ذلك بخلا أم فعلوا ذلك كرها للإسلام والذين دخلوا فيه إنني أرجح السبب الأخير وكان من قدر الله أن أفعى أو عقربا لدغت كبير القوم وتركته لا قرار له ولا يجدي معه شيء مما اضطر أهله أن يلجأوا للصحابة طالبين نجده والغريب أن الذي داوى المريض بالفاتحة ينفث بها على المصاب هو الذي توقف في الانتفاع من المكافأة التي اشترطها وشك في جواز الأكل منها وهو تصرف يدل على أن الراقي كان يجمع بين صدق الإيمان وشدة الورع وهنا موطن العبرة فليس كل قارئ يشفي ولا قراءة تداوي ولكن لله عبادا إذا أرادوا وإذا استنزلوا الفضل نزل وقد فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصة كلها وأحب إرضاء الراقي فشاركهم في الطعام من المكافأة المبذولة ولما لا يفرح بأثر الوحي النازل عليه إذا صحبه اليقين الحار والعمل البار إن الجانب الغيبي في هذه المرويات ما يمكن إنكاره وكذلك ما يمكن تعميمه بين أهل السق والتقصير أو بين من لهم بالله علاقة وثيقة ومن يمتون إليه بأوهى الصلاة وأغلب الصالحين يستمد صحته الجسدية ومقاومته للأدواء والأوجاع من هذا النبع الجياش في فؤاده يمده بعفو الله وعافيته ونعود إلى إمام الصالحين محمد بن عبد الله لننقل عنه أنه كان يغالب المتاعب العارضة باللجوء إلى الله والاستعادة به قد تقول إننا عرفنا عنه سلامة البدن وقوته وأنه أوتي من ذلك ما لم يؤتى غيره فمن أين تجيئه هذه الأسقام الملجئة إلى التعاوذ والضراعة؟ ونقول لا ريب أن خاتم المرسلين أوتي بسطة في العلم والجسم تعينه على أضخم رسالة حملها بشر لكن سهر الليل في التهجد والتلاوة وسبح النهار في العبادة والكدح والجهاد المتصل وحمل آلام الخلق واضطراض هذه المعاناة ربع قرن وهي ترب ولا تخف مع تخفف مستغرب من الطعام والشراب هذا كله أعيى الجسد الجلد وأرهقه لقد رمقت عددا من كبار القادة فوجدتهم يتناولون مقادير كبيرة من المنبهات والمقويات ويستهلكون مقادير أخرى من المأكل والمشرب على حين رأيت في سيرة محمد أنه يحتاج إلى الطعام فيؤتى له بخل إذ لا يوجد غيره فيغمس فيه اللقيمات المتاحة وهو راض ويقول نعم الإدام الخل أو لعله لا يجد شيئا فينوي الصيام إلى الغروب أي جسد يتحمل مع هذا الإقلال أعباء الغزوات التي قسمت الوثنية وأعباء التربية التي أطلعت من الجزيرة القاحلة رجالا أضاء العالمين إن الإمدادات الروحية الهابطة من السماء هي من وراء هذه الأعصاب الحديدية ذكره لله ودعائه لله وتفويضه لله جاء في الصحيح أنه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعاوذات وينفث قيل للزهري أحد رواة الحديث كيف ينفث؟ قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه لقد ظل كذلك طوال عمره ففي رواية أخرى أن النبي كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعاوذات قالت عائشة فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها تعني رضي الله عنها أنها تمسح جسده بيده هو التماس بركتها ذاك طبيبه الخاص في دنيا الناس إذ كان للرؤساء أطباء خاصون بهم وكذلك كان يغالب الأسقام حتى استراح مع الرفيق الأعلى إن تعبيرنا هنا بالجانب الغيبي قد يصح بالنسبة إلى جمهرة الناس فإن ظلال الأشياء لا تغادر بصائرنا ورغائبنا الخاصة قل ما تنفك عنا مع ما يخالط ذلك كله من يقين وإخلاص لكن الأمر بالنسبة إلى الأنبياء غير ما نتصور فهم في شهود غالب يجعلوا إحساسهم برب الأشياء أسبق من حسهم بالأشياء نفسها ونبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانت روحانياته عارمة والإشراق الإلهي على قلبه لا يلحقه أفول وكان جهده أن يرفع مستوى من حوله وأن يغلب ماديتهم بصفائه وسنائه وذلك يجعلنا نلقي نظرة عجلة على أركان الإسلام لنرى كيف كانت معارج ارتقاء ومصادر تذكر دائم لله ولنرى كيف انفرد هو بأدائها على نحو لا يدان ولا يرام ولكن نستكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله أشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة